بقى لحسين حجازي حسين حجازي زعصيته كلاعب كرة ماهر بعد التحاق بمدرسة الناصرية الابتدائية سنة 1897 لكنه بدأ حياته كلاعب كرة عمليا في الاهلي بعد إنشاء فريق الكرة مباشرة سنة 1911 لما نضم مع مجموعة من طلبة المدارس العليا وكان بيدرس في مدرسة السعادية الثانوية وبعد سنة ونص سافر حسين حجازي إلى أنجلترا عشان يستكمل دراسته قبل ما يرجع في أجازة سنة 1914 قامت الحرب العالمية الأولى ومعرفش يرجع أنجلترا فنضم للأهلي مرة تانية وكون فريق خاص به أطلق عليه اسم حجازي 11 يعني حجازي 11 على أساس أن الفريق 11 لعب عشان يلعب به مباريات ودي حجازي 11 دي أو حجازي 11 لها قصة شهيرة قوي حنتكلم عنها وعن تاريخ حسين حجازي بالكامل في حينه الارتباطه بوقعة شهيرة جدا بتعتبر علامة في تاريخ الأهلي وحسين حجازي كان أول لعب كرة يحصل على لقب البكوية وهو بيلعب كرة قدم لكن في حكاية طريفة قوي بتخص تاريخ ميلاده كان فيه اختلاف في تاريخ ميلاد حسين حجازي اللي يقول سنة 1890 واللي يقول سنة 1891 لكن أثناء الدورة الأولمبية بلندن سنة 2012 وفي الدقيقة 16 من مباراة بريطانيا ودولة الأمارات العربية المتحدة اللي أقيمت يوم 29 يوليو سنة 2012 أحرز رايان جيجز الهدف الأول لبريطانيا وفجأة وكالات الأنباء الجميع بخبر تحت عنوان جيجز يحطم رقما مصريا صمد 88 عام وجه في الخبر حطم الجناح الولزي المخضرم راين جيجز نجم منشستر يونايتد رقما قياسيا مصريا ظل صامدا في دورة الألعاب الأولمبية منذ 88 عاما بعد أن بات أكبر لاعب سنة يسجل هدفا في مسابقة كرة القدم ضمن الدورات الأولمبية الصيفية وسجل جيجز الهدف الأول لمنتخب بريطانيا في مرمى الإمارات مساء الأحد في المباراة التي انتهت بفوز فريق 3-1 وبذلك الهدف حطم جيجز البالج من العمر 38 عام و243 يوم الرقم القياسي المسجل باسم المصري حسين حجازي الذي سجل هدفا في مرمى منتخب المجر في دورة الألعاب الأولمبية عام 1924 عندما كان في سن 37 و225 يوما ونشر موقع الدورة الأولمبية بلندن الخبر ومؤكد أن الخبر زي ده معناه أن حسين حجازي كان تاريخ ميلاده مسجل في الدورة الأولمبية في باريس 1924 من واقع جواز سفره وبالفعل مصادر إنجليزية أكدت أن تاريخ ميلاده مسجل في اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 17 أكتوبر 1886 تخيلوا بقى حسين حجازي اعتزل لعب كرة القدم وعنده كم سنة حسين حجازي اعتزل عام 1932 يعني كان عمره 46 سنة حسين حجازي كان حالة فريدة نادرة استحق لقب أبو الكرة المصرية ومن أشهر اللاعبين في أول فريق للنادي الأهلي حسنين محمد وكان لقبه زوبة حسين حجازي في حوارات صحفية بعد اعتزاله أشد بيه وقال إنه أمهر لاعب شافه في حياته تخياله بقى لما حسين حجازي يقول كده حسين حجازي